لازم ندرك انه يعني انه الخطية هي اهاني موجهة مباشرة ضد الله وانه الخطية بتعمل حاجز الخطية بتعمل فاصل بقول الكتاب اذ الجميع اخطأوا واعوزهم مجد الله ايه يعني اخطأوا كلمة اخطاء يعني لم يصب الهدف لما شخص بحاول بطبعا انه يضرب السهم فالسهم ما بيصل للهدف بيجي حاول الهدف عدم وصول هذا الهدف في نظر الله يعتبر خطية فاذا الخطية هي طبعا مقياسها مش مجرد انت بتخطئ ضد الانسان او حتى ضد نفسك فالانسان يخطئ الانسان المحدود يخطئ امام الله يعني الغير محدودة فهي اهاني موجهة مباشرة لالله الغير محدود فعقاب هذه الخطية ينبغي ان يكون غير محدود فاذا لانه الكتاب حكم على الانسان انه فعلا الانسان خاطئ والخطية احبائي خلي بالك المقياس هو الله الله القدوس يعني السماء ليست بطاهرة امام الرب والسماء لا يدخلها شيء نجس فاذا لا زنة ولا نظر ولا شهوة ولا اي خطيبة تدخل السماء لانه السماء مكان مقدس سماء طاهر والسماء يعني هي مكان حضور الله والله نور لا تدنو الظلمة منه البتة يعني استحال يكون اي يعني حتى هيك اشي بسيط من الخطية فهي ضد الله الغير محدود هي ضد الله القدوس الطاهر كمال الطهارة والكمال الاخلاقي